بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الخامس والعشرون والخاص بمنهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع مع هذا الفيديو الخامس والعشرون بإذن الله سيكون بداية الفصل الرابع واللي رح نتكلم فيه عن أساسيات الكهرباء ومزود الطاقة الكهرباء في كل عصر من العصور البشرية كانت البشرية تكتشف طريقة للتعامل مع مادة من المواد فتصبح هذه المادة هي أساس عصر من العصور فيطلق على ذلك العصر باسم المادة التي كانت الأكثر استخداما من قبل البشر في ذلك الوقت فلدينا مثلا العصر الحجري العصر البرونزي العصر الحديدي ومن المؤكد أن العصور القادمة سوف ينظرون إلى عصرنا الحالي وسوف يطلقون عليه عصر الكهرباء فالكهرباء منذ أن تم اكتشافها عام 1600 ميلادي من قبل الطبيب البريطاني وليام جيلبرت وبعد ذلك توالت محاولات متعددة من قبل علماء ومخترعين للاستفادة من الكهرباء ولكن لم تكن قوية حتى عام 1887 عندما قام أديسون باختراع المصباح الذي من بعده توالت الاختراعات المعتمدة على الكهرباء الآن ونحن في عام 2000 ميلادي نستطيع أن نرى بوضوح أن الكهرباء تلك الطاقة أصبحت تسيطر على كافة جوانب حياتنا وفي حضارتنا الحالية كل شيء تقريبا يعمل بالكهرباء وكل ما تم تصنيعه أو اختراعه هو إما أن يعمل بالكهرباء أو تم تصنيعه بالكهرباء ولكي تستطيع معرفة إلى أي مدى سيطرت الكهرباء على حياتك قم بإغلاق الكهرباء عن سكنك وتوقف عن استخدام أي جهاز كهربائي وستكتشف إلى أي مدى أهمية الكهرباء في حياتك ناهيك لو تم قطعه على مستوى الدولة أو على مستوى العالم لذلك سوف يطلق على هذا العصر عصر حضارة الكهرباء يقول العلماء أنه لو أردنا دمير الحضارة الحالية وإرجاع البشرية على الأقل 200 سنة للوراء فكل ما علينا فعله هو اكتشاف طريقة من خلالها يتم إغلاق وطفاء الكهرباء بالشكل كامل عن العالم عندها سوف نعود 200 سنة للوراء وما تم اكتشافه واختراعه في آخر 200 سنة سوف يقوم بلا جدوى وبلا فائدة ذكرنا أن الكهرباء تم اكتشافها فعليا عام 1600 ونلاحظ كلمة اكتشاف وليس اختراع كون الكهرباء موجود منذ بداية الخلق وبداية الكون فهي من مكونات المادة المتمثلة في الذرة وداخل الذرة اللي يطلق عليه الإلكترون وهو إحدى مكونات الذرة وبتحريك الإلكترون ينتج لدينا الكهرباء ونراها بشكل واضح مع البرق ونراها أيضا مع احتكاك الأجساد الجامدة الاحتكاك الأجسام الجامدة الجامدة مثل الحجرين مثلا يولد لنا كهرباء بالإضافة إلى ذلك جميع الكائنات الحية بتولد الكهرباء في داخل أجسادها ومن ضمنها الإنسان فالخلايا الموجودة في أجسادنا تقوم بتوليد الكهرباء مثل الخلايا العصبية في الدماغ فأي حركة نقوم بها مثل تحريك اليد مثلا أو المشي أو الكتابة وخلافه نحن نفكر بها ويقوم الدماغ بإرسال إشارة كهربائية إلى العضل المراد تحريكه فيتحرك وهذا بيتم في أجزاء بسيطة من الثانية كذلك الخلايا البصرية فكل ما تراه العين يتحول إلى إشارات كهربائية ترسل إلى الدماغ لدينا القلب لكي ينبض ويعمل فهو يستلم نبضات كهربائية ساطرة من البيس ميكرو ويعتبر جهاز مولد كهرباء يوجد في أعلى يسار القلب لدينا مثلا من المخلوقات مثلا اللي تكون الكهرباء فيها بشكل واضح لنخلونا نتفق أن جميع المخلوقات سواء من نبات أو حيوان أو بشر كلهم بيولدوا كهرباء لدينا بشكل واضح بتظهر في سمكة الرعاد والتي تملك خاصية الصعق الكهربائي وتتواجد بخمسين نوع وتستخدم الكهرباء للدفاع عن نفسها وأيضا لكي تصطاد فرائسها الكهرباء الموجودة في الأجسام سواء من بشر وحيوانات وأيضا نباتات بيطلق عليها الكهرباء البيولوجية بما أننا ندرس صيانة الكمبيوتر وهو جهاز يعمل بالكهرباء فلابد أن يكون لدينا معرفة ولو بسيطة عن الكهرباء ومكوناتها والمصطلحات المتعلقة بالكهرباء وكذلك أنواعها وطرق توليدها وبعد ذلك سوف نتكلم عن قطعة من قطعة الكمبيوتر المهمة وهي مزود الطاقة الباور سابلاي وهذه القطعة هي المسؤولة عن استلام الطاقة الكهربائية من مصطلها والتي هي فيشة الكهرباء وتحويلها بما يتناسب مع الكمبيوتر وتوزيعها على قطع الكمبيوتر بما يتناسب مع حاجة كل قطعة للكهرباء لو حبينا نعرف الكهرباء فنستطيع أن نقول هي عبارة عن عملية انتقال الإلكترونات من مكان إلى مكان آخر الإلكترونات الإلكترونات وهي مكونة وهي تعتبر مكون من مكونات الذرة حيث تقوم الإلكترونات بالدوران حول النواة الخاصة بالذرة وعندما نجعل الإلكترونات تنتقل من ذرة إلى ذرة أخرى عندها ينتج لدينا تيار كهربائي ويطلق على الإلكترون المتحرك free electron أو يعني الإلكترون المتحرك أما الذرة ويطلق عليها أتم وهي المكون الرئيسي لكل ما هو موجود في الكون من جماد ونبات وإنسان مياه العاقل وغير العاقل كل شيء في الكون مكون من ذرات تتكون الذرة من جزئين أساسية وهما عندنا النواة ويدور حولها مجموعة من الإلكترونات والتي تكون بشحنة سالم النواة نفسها تتكون من جزئين البروتونات وتكون بشحنة موجبة والنيترونات وتكون متعادلة الشحنة لاحظوا معايا هذا الشكل بتم في وصف الذرة عندي هنا البروتون اللي موجود فيه داخل نواة بيكون موجب عندي هنا اللي هو النيترونات وبيكون متعادلة يعني لا سالب ولا موجب متعادلة الشحنات وعند هنا الإلكترون لاحظوا معايا السالب الإلكترون هو اللي بيدور حوالي النواة بالنسبة لعملية إنتاج الكهرباء فإحنا الهدف لكي يصبح لدينا طاقة كهربائية أن الإلكترون الحر وهو كل ما بتعاد الإلكترون من النواة نفسها كل ما كان إمكانية حركته إلى نواة أخرى أسهل فنيجي لأبعد إلكترون من النواة فيتم تحريكه زي ما أنتم شايفين هنا كان موجود هنا تم تحريكه إلى الذرة الثانية إلى ذرة ثالثة إلى ذرة رابعة فبالتالي يتكون لدينا الكهرباء واللي هي عبارة عن عملية انتقال الإلكترون السالب من مكان إلى مكان آخر التيار الكهربائي التيار الكهربائي عبارة عن تدفق الإلكترونات في داخل الموصل والموصل هي المواد التي تسمح بانتقال الإلكترونات الحرة من ذرة إلى أخرى مثل النحاس الألمانيوم الذهب الفضة لذلك يطلق عليها مواد موصلة عكسها المواد العازلة وهي التي لا تسمح بمرور الإلكترونات من ذرة إلى أخرى مثل الخشب البلاستيك الزجاج المطاط الجهد الكهربائي الجهد طبعا عندنا الإلكترونات في الموصلات تحتاج أن يتم تحريكها لكي ينتج لدينا التيار الكهربائي عملية تحريكها في داخل الموصل يطلق عليها الجهد الكهربائي لكي نفهم الصورة نضرب المثال التالي لدينا مثلا خزان مياه في الأسفل مليء بالمياه وخزان علوي ونريد نقل المياه من الخزان السفلي إلى الخزان العلوي عندها نحتاج إلى مضخة أو موتور حيث يقوم بضخة المياه من الخزان الأسفل إلى الخزان الأعلى المضخة هنا هي الجهد الكهربائي حيث أنه كما قامت المضخة بتحريك المياه من الأسفل إلى الأعلى سوف يقوم الجهد الكهربائي بتحريك الإلكترونات من مكان إلى مكان آخر لينتج لنا التيار الكهربائي وتعتمد فكرة الجهد الكهربائي على فكرة التجاذب والتنافر في المغناطيس ففي المغناطيس يتواجد لدينا طرفين طرف موجب وسالب لو جمعنا اثنين مغناطيس ووجهنا كلاهما على طرف سالب وطرف من المغناطيس الأول هو سالب والطرف الآخر موجب فسوف يحصل عملية التجاذب ولكن لو كان طرف المغناطيس الأول موجب والآخر أيضا موجب أو سالب والآخر سالب عندها سوف يحصل التنافر فالجهد الكهربائي سوف يقوم بضخة الإلكترونات السالبة وسوف يحصل تنافر مع الإلكترونات السالبة يعني أول شيء الجهد الكهربائي رح يقوم بضخة الإلكترونات اللي هي سالب مع سالب فطبعا إيش اللي هيحصل في داخل الموصل اللي هيحصل هيحصل عملية التنافر أي أنه رح يعني أنه تحريك الإلكترونات بحيث تتحرك الإلكترونات مندفعة من المكان المتواجد فيه إلى مكان قليل الإلكترونات كل ما زاد عدد الإلكترونات التي تمر في داخل الموصل مثل الكابل النحاسي كل ما أدى ذلك إلى زيادة شدة التيار الكهربائي الأمبير الأمبير هي وحدة قياس شدة التيار الكهربائي لأنه كما هو معلوم أن التيار الكهربائي هو ناتج عن تحريك الإلكترونات من مكان إلى مكان آخر وعملية تحريكها ناتجة عن الجهد الكهربائي والذي يقوم بضخة الإلكترونات لو ضخ سالب فالإلكترونات السالبة رح ينتج عنها تنافر ورح تتحرك الإلكترونات في اتجاه واحد من المكان المزدحم بالإلكترونات إلى الاتجاه الفارغ مما ينتج لنا كهرباء نستخدمها لتشغيل الأجهزة وكل ما زاد عدد الإلكترونات في الكابل كل ما زاد ذلك من شدة التيار الكهربائي الأمبير بيقي شدة التيار الكهربائي عن طريق حساب عدد الإلكترونات التي تمر في داخل وصلة معينة من الكابل على مستوى الثانية الواحدة فعندما نقول شدة التيار الكهربائي واحد أمبير فذلك يعني 6.250.15 من الإلكترون إذن هذا الرقم الكبير من الإلكترون به عادل واحد أمبير نصف هذا العدد من الإلكترون عندها نقول نصف أمبير ربع هذا العدد نقول ربع أمبير وهكذا والعكس صحيح لما يزيد نقول مثلا أمبير ونصف 2 أمبير وهكذا سميت بالأمبير تكريما لعالم الفيزياء الفرنسي أندري ماري أمبير الذي اهتم بدراسة التيار الكهربائي الفولت الفولت هي وحدة قياس الجهد الكهربائي أو فرق الجهد الكهربائي حيث تقوم بقياس المتوسط الحسابي لضخ الكهرباء فمثلا الكهرباء في منازلنا هي كهرباء مترددة ترتفع وتنخفض ولكن نقيس المتوسط الحسابي لها ونظهره كقيمة الجهد العربي فمثلا لدينا كهرباء بـ 220 فولت كهرباء بـ 127 فولت ومن المهم جدا معرفة الفولتية في الفيشة الموجودة في داخل الكهرباء فلو كان لدينا جهاز يعمل بسرعة 127 فولت وتم ربط بفيشة كهرباء تعمل بـ 220 فولت فسوف يتسبب ذلك في احتراق الجهاز الكهربائي كون الفولتية في فيشة الكهرباء أعلى من مقدرة الجهاز الكهربائي على استقبالها حيث تعتبر الفولتية هي طاقة تفعل الإلكترونيات من السالب إلى الموجب أو يعني تفعل الإلكترونيات سالب مع سالب فيذهب السالب إلى الأماكن الفارغة التي تعتبر موجب والتي هي رح تكون الجهاز الكهربائي إذن كل جهاز أو مزود ومصدر للكهرباء لديه قوة دفع للكهرباء تقاس بالفولت ويرمز لها بحرف الفي وسميت بفولت تكريما للعالم الإيطالي ألساندرو فولتا مخترع بطارية الكهربائية لدينا مثلا في بعض الدول الفولتية المنخفضة وبتكون مثلا 127 والفولتية العالية مثال عليها 220 هذه كأمثلة على الفولتية لدينا مثلا الخلالة العصبية الموجودة في جسم الإنسان قوة دفع الكهرباء فيها هي 75 ملي فولت مثلا عندنا بطارية غير قابلة للشحن الفولتية فيها مثلا فيه أنواع 1.5 فولت فيه أنواع بتوصل ل 15 فولت حسب نوع البطارية عندنا النظام الكهربائي للسيارة في أغلب السيارات بيكون 12 فولت عندنا خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد تبدأ من 110 كيلو فولت فما فوق البرق في الغالب بيكون 100 ميجا فولت إذن الفولت هي لقياس قوة دفع الكهرباء وليس كمية استهلاك الجهاز الكهرباء فوحدة تحديد استهلاك الكهرباء هي الوات أما الفولت فهي قياس قوة دفع الكهرباء وكل ما كان قيمة الفولت أعلى كل ما كان قوة دفع الكهرباء أقوى الوات الوات وهي وحدة قياس يتم استخدامها في قياس كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها سميت بالوات تكريما للمهندس الاسكوتلندي جيمس وات وذلك لمساهمته في تطوير المحرك البخاري كل جهاز كهربائي بيستهلك مقدار معين من الكهرباء يتم تحديدها بالوات على مستوى الساعة الواحدة وكل ما كان عدد الوات التي يستهلكها الجهاز أعلى كل ما كان كمية استهلاك الجهاز الكهرباء أعلى والعكس كل ما كان عدد الوات أقل كل ما كانت كمية الكهرباء التي يستهلكها الجهاز أقل مثال على الأجهزة الكهربائية كمثال تقريبي مثلا عندنا جهاز الكمبيوتر الشخصي بيستهلك ما يقارب المية وخمسين وات عندنا الكمبيوتر المحمول بيستهلك ما بين 50 إلى 75 واط في الساعة عندي التلفزيون بيستهلك 200 واط في الساعة عندي الثلاجة بتستهلك 500 واط في الساعة عندي المكيف بيستهلك 1000 واط في الساعة عندي الغسالة الأوتوماتيك بتستهلك 500 واط في الساعة الغسالة اليدوية بتستهلك 300 واط في الساعة المروحة بتستهلك 50 واط مكوات الملابس بتستهلك 1000 واط طبعا هذه كانت أمثلة على الأجهزة الكهربائية ومقدار استهلاكها للكهرباء بالوات في الساعة الواحدة وما تم ذكره هو في الغالب لكن قد تزيد أو تنخفض كمية الوات المستهلكة حسب القطع الموجودة في الجهاز الكهربائي أشهر مثال على اختلاف كمية استهلاك الكهرباء من جهاز كهربائي واحد من شركات مصنعة مختلفة هي اللمبة لدينا هذا النوع من اللمبة وهو نوع مشهور جدا ويعتبر مستخدم بكثرة بيضاوي الشكل وأيضا يتميز بأنه رخيص السعر هذا النوع بيستهلك مئة وات في الساعة الواحدة طبعا عندنا النوع الثاني واللي هو الاقتصادي وبيكون في الغالب متعرج الشكل بهذا الشكل بيستهلك 30 واط في الساعة بيعتبر غالي السعر مقارنة بالنوع الأول لكن كمية استهلاكه للكهرباء تكون أقل مشكلتنا لما نجي نتسوق مثلا للأجهزة الكهربائية ما ننتبه لموضوع الوات نقارن مثلا ما بين الأجهزة الكهربائية من ناحية السعر لكن ما ننتبه لموضوع الوات يعني مثلا عندي أنا هنا في المثال لمبتين لمبة بتستهلك 100 واط ولمبة تستهلك 30 واط اللمبة الأولى رخيصة جدا اللمبة الثانية غالية غالية السعر ممكن ثلاثة أو أربع أضعاف سعر اللمبة الأولى لكن إحنا لما نيجي نشتري طبعا رح نشتري النوع الأول ليش؟ لأنه أرخص في السعر لكن النقطة لما ننتبه عليها أنه على المدى الطويل تعتبر اللمبة اللي كانت أغلى في السعر هي الأفضل والأرخص ليه؟ لأن كمية استهلاكها من الكهرباء رح طبعا رح تقلل من قيمة الفاتورة فبالتالي لما نروح نتسوق نشتري مثلا أي منتجات كهربائية من عوامل المقارنة اللي لازم ننتبه لها اللي هي مسألة كمية استهلاك المنتج للكهرباء ونقارن ذلك بالوات كل شركة بتصنع منتج كهربائي هي ملزمة بوضع الوات اللي بتستهلكه كل جهاز فبالتالي لما تيجي تقارن رح تشوف أنت على الكرتون نفسه أنه هذا بيستهلك مثلا مئة وات هذا بيستهلك خمسين وات فهي تقارن فلازم ترجح الكفة ناحية الأجهزة اللي بتستهلك كمية أقل من الوات في الغالب بتكون هي أغلى لأنها بتصنع من مواد بتكون أغلى من النوع الأول لكنها في المقابل رح توفر عليك في المستقبل وذلك من ناحية الفاتورة الكهربائية فاتورة الكهرباء رح توفر عليك في المستقبل يعني في المدى الطويل رح توفر عليك ورح تكون أرخص أما المنتج اللي حد أخذه بسعر أرخص ولكن يستهلك كمية وات عالية رح يعني تخسر فيه كثير مع الوقت أضعاف أضعاف ما كنت رح تشتري المنتج الأغلى وفي نفس الوقت قيمة الوات فيه أقل كذلك تعتبر الأجهزة اللي بتستهلك كمية وات أقل صطيقة للبيئة بيطلق عليها صطيقة للبيئة وذلك لأنه طبعا كمية الوات المستهلكة في المنازل وعلى مستوى الدول بتسبب في زيادة حرارة الكرة الأرضية وتسبب الاقتباس الحراري فكل ما تم تقليل كمية الوات المستهلكة من قبل الأجهزة كل ما أدى ذلك إلى تقليل الحرارة المنبعثة من هذه الأجهزة وبالتالي تقليل الحرارة الكرة الأرضية والتقليل من الاقتباس الحراري عندنا هنا الوحدات أو اللي يطلق عليها مضاعفات الوات عندنا الكيلو وات ويعادل ألف وات الكيلو وات ويتم استخدام الكيلو وات في قياس استهلاك المنزل الواحد للكهرباء ولذلك نجد فواتير الكهرباء تحسب استهلاك المنزل للكهرباء في الفاتورة بالكيلو وات عندنا هنا الميجا وات ويساوي مليون وات والميجا وات تستخدم المصانع العملاقة اللي بتستهلك كمية كهرباء كبيرة عندنا هنا الجيجا وات وتساوي مليار وات وهي وحدة لقياس انتاج محطة توليد الكهرباء فلما يكون عندي محطة توليد الكهرباء وحب أعرف مثلا انتاجها اليومي أو انتاجها الشهري فبيقاس ذلك بالجيجا وات عندي هنا التيرا وات وهي تعادل تريليون وات والتيرا وات وهي تستخدم لقياس انتاج واستهلاك دولة كاملة من الطاقة الكهربائية وحدات القياس المستخدمة في الكهرباء إذن عندنا هنا ثلاث وحدات قياس للكهرباء وهي عندي الأمبير وهي وحدة قياس شدة التيار الكهربائي وذلك من خلال حساب عدد الإلكترونات التي تمر في داخل الكابل على مستوى الثانية الواحدة عندي بعد كذا الفولت وهي وحدة لقياس الجهد الكهربائي وهي لتحديد قوة طاقة دفع الإلكترون من السالب إلى الموجب وأشهر مثال عندنا مثلا لما نقول فيشة الكهرباء 220 عندنا فيشة كهرباء 127 عندي هنا رقم ثلاثة الوات والوات وهي وحدة قياس كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها في معادلة هنا لو حبينا نقارن مثلا لو حبينا مثلا نظر قيمة الأمبيرز أنه تحسب قيمة الوات وتقوم بتقسيمه على قيمة الفولت فالناتج بيكون هو عدد الأمبيرز اللي تم استهلاكها طبعا الأمبير هنا عندي الأمبير الواحد بيعادل عندك 6.250.15 هذه كلها إلكترونات تعادل واحد أمبير إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته